اشتركوا في القناة ان الجيشين التركي والسوري الحر سيواصلان مسيرتهما في المنطقة ثلاثة قتلى وتسعة جرحى بين صفوف المدنيين تلك هي حصيلة تفجيرين هزى مدينة عفرين في الساعات الاخيرة التفجير الاول تسببت به عبوة ناسفة تم وضعها في حاوية للقمامة بالقرب من جسر السرايا كتبة الهندسة المختصة قامت بتفجيرها دون وقوع اصابات عملت السلطات المحلية على قطع الطريق المؤدية الى المكان حافلة للركاب من بين السيارات المتوقفة وبعد السماح بمرورها وبالقرب من دوار كاوا حصل داخلها انفجار تسبب بسقوط الضحايا لتهرع سيارات الاسعاف الى المكان لنقل المصابين سائق الحافلة كان من بين المصابين وافاد ان شخصا في العقد الرابع من عمره ترجل من الحافلة قبيل الانفجار بدقائق خال اليدين بينما كان يحمل كيسا اثناء صعوده لها الاشارات الاولى تشتبه بالرجل الذي نزل من الحافلة وشرعت وحدات الشرطة والامن العام بالبحث عنه الانفجارات التي هزت مدينة عفرين تزامنت مع الذكرى السنوية لانطلاقة عملية غصن الزيتون ويؤكد ناشطون ان من ورائها رسائل لقوات المعارضة المدعومة تركيا لكن المدنيين العزل هم الذين يدفعون الثمن قطر مصطفى التلفزيو العربي ريف حلب الشمالي وينضم الينا من اسطنبول العميد احمد رحال الخبير العسكري سيد رحال بصمات من تقرأ في هذا الانفجار الذي لم يعلن عن مسئولياته احد حتى الان مساء الخير تحياتي لكم ولكل السادة المشاهدون اني دائما في علم الجريمة يقول ابحث عن المستفيد بالتأكيد من المستفيد اليوم من عادة عدم الاستقرار في منطقة عفرين وفي مناطق غصن الزيتون يأتي في مقدم منهم البيضة وقيادتهم من البككيكي هؤلاء الذين يعتبرون ان عفرين محتلة ومن ان عليهم حق الجهاد وحق القتال ضد الجيش الحر ضد الجيش التركي الذي استطاع من تأميل الاستقرار تلك المنطقة ابعاد الارهاب عن تلك المنطقة ابعاد الاستغلال للمدنيين علينا ان نقول انه ليس فقط العرب ما كان متضرر بتلك المنطقة نصف شباب عفرين من اخواننا الاكراد هاجروا ال اوروبا نديجة ضغط من قبل البايا دي الذي كان يحاول تجديدهم ضمن ميليشياته العسكرية وبالتالي اليوم كل اصابع الاتهام تشير ان البككيكي يعني هو من يقف وراء تلك العملية العملية الاولى استطاعت قوات الهندس من تفكيك العبوة لكن الاسف الشديد الشعب دائما هو من يتلقى نتيجة الارهاب ونتيجة الاجرام فكانت حافلة هي لكن عميد رحال بعض التفجيرات التي سبقت هذه التفجير اعلن مسؤوليتها جماعة تسمي نفسها غرفة عمليات غضب الزيتون تعرف نفسها بانها مجموعة متطوعين لقتال الجيشين الحر وتركي من يكون هؤلاء في تقديرك وهل يمكن ان يكون لهم علاقة ايضا بهذا التفجير الاخير يعني دائما اعتقد انه لو لحظنا اسم غضب الزيتون هو مقارنة بغصن الزيتون وبالتالي ايضا يأتي فيها من ان البيكيكي والبيادي من يقف وراء تلك هذا التنظيم الوهمي بمعنى ان هذا التنظيم هو عبارة عن شماعة لكي لا يقال من ان ميليشيات البيادي او ميليشيات البيكيكي من تقف خلف العملية وبالتالي انا اعتقد ان هذا لا يبعد الاثر او لا يبعد الشبهات من ان البيكيكي هو من يقف خلف تلك العملية اردوكان قال اليوم في اتصال مع قواته التي شاركت قبل سنة في عملية غصن الزيتون قال ان التفجيرات في عفرين لن تؤدي الى احجام تركيا عن مسيرتها التي بدأتها في جرابلس ومدينة الباب ماذا تفهم من ذلك هل يمكن فعلا لكل هذه الرسائل الدامية ان لا يكون لها اي تأثير على الاطلاق على مسروعه شن غارات وعملية عسكرية في شرق الفوران يعني الرئيس اردوكان والخطة التركية اجمالا النهج التركي بالمرحلة الاخيرة اصبح اكثر التصاقا بالمنطقة الشمالية لان هناك اليوم اهداف مشتركة ما بين الجيش الحر وبين الجيش التركي او دعنا نقول الاجندة التركية في سوريا اليوم منع تقسيم سوركيا هو اهداف مشترك ابعاد ميليشيات الارهابية ايضا وادف مشترك ما بين الجيش الحر وتركيا عندما يقول الرئيس اردوكان ان امن ادلب من امن انقرة كانت رسالة واضحة لروسيا لكن اليوم اردوكان يتحدث وهو يدرك تماما ان التخلي عن اي منطقة في الشمال او في شرق الفرات او في ادلب هذا يعني عودة النظام عودة النظام هو حليف عبدالله اوجلان وهذا النظام نتحدث الان عن النظام السوري النظام السوري الان انتهز هذه العملية ليندد بالوجود التركي في هذه المنطقة برأيك هل يمكن ان يكتفي بذلك ام يمكن ربما ان نشهد في الايام القادمة في الافق القريب تحالف عسكري هنا ما بين النظام السوري وايضا الاكراد ضد الاتراك يعني اولا من موضوع الارهاب لم ننسبعت جريمة الريحانية وكيف استطعت الاستخبارات التركية من قنص او يعني اسر المنفذ العملية من قلب اللازقية وسحبه الى تركيا والاعتراف ان النظام الاسد من يقف خلف عملية او جريمة تفجير الريحانية وبالتالي اليوم لا اعتقد ان هناك الكثير من العناء من ان النظام الاسد يحاول استغلال البيضة وهو حليف البيكيكي كذلك ايراني حليف البيكيكي وبالتالي تركيا تدرك هذا الامر اما عن تعاون وتحالف ما بين قصد وبين جيش النظام انا اعتقد ان هذا الامر مستغرب يعني بالامس كنا نحضر اجتماع مع بعض القيادات من قصد ومن مسد قالوا لنا بالحرف الواحد انهم يخشون من ان يتحوى شرق الفورات الى تجربة كالتجربة في الجنوب السوري عندما قام النظام بعد عقد الاتفاق بقتل لجان المصالحات واشاعة عدم الاستقرار والاعتقال وبالتالي انا اعتقد ان قصد وغمسد يعني هم اكبر من ان يخطئوا هذه الخطيئة ويتحالفهم مع نظام الاسد العميد احمد رحال الخبيري العسكري من اسطنبول شكرا جزيلا لك